عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد دولة الإمارات الذي يزور مصر حاليا يضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي ورئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل والمدير التنفيذي بشركات أدنوك وخلال اللقاء طلع مدبولي على نتائج المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن مشروعات التعاون المقرر تنفيذها سواء في إطار ثنائي بين مصر والإمارات أو في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وأشار الجابر إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم لللجنة العليا لمبادرة الشراكة هذا الشهر في القاهرة لمتابعة المشروعات التي تم التوافق بشأنها